تشاهدونا في هذه الحلقة معرض الكتاب في تعز يختتم فعاليته بعد أسبوع حافل والإصدارات أهم ما تميزت به نسخته الثانية النعيم في تعز حمام بخار قديم يرتاده الكثير بغية الاستجلاء والاستشفاء آية السوائي واعدت في مجال الكتابة وأسميته هلاكي أول مواكير إبداعاتها في المجال الأدبي مرحبا بكم من جديد مستهل حلقتنا موجز سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع دعا مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتاعز الدكتور عبد الرحيم السامعي المواطنين للتفاعل والتعاون لإنجاح الحملة الوطنية ضد شلال الأطفال وأوضح السامعي في مؤتمر صحفي أن الحملة ستستهدف على مدى ثلاثة أيام ما يقارب ثلاثمائة وأربعين ألف طفل دون سن الخامسة في ست عشرة مديرية من المديريات المحررة في تعز أقام مكتب الثقافة بمحافظة تعز مهرجان نمو الإبداعي الموسيقي الأول لبواهب الأطفال تحت شعار إبداعات السلام لأطفال تعز واجتمل المهرجان الذي رعته مؤسسة توكل كرمان الدولية للأعمال الإنسانية اجتمل على فقرات غنائية وعروض فنية معبرة لتنمية مواهب الأطفال وتشجيعهم وتم في ختام المهرجان تكريم الموهوبين والمشاركين بهدايا ربزية من أجل تشجيعهم على الاستمرار وتطوير مواهبهم الإبداعية مشاهدين عن علاقة الإبداع بالمعاناة نتساءل ونبحث أكثر عن مدى التأثير الذي يتركه أحدهما على الآخر وهل هو تأثير سلبي أم إيجابي في الحقيقة هذه التساؤلات هي انطباع زائر خرج بها أثناء زيارته لمعرض الكتاب في نسخته الثانية والذي افتتح أسبوعه بإصدارات إبداعية أدبية متنوعة ثمانية إصدارات أدبية حفل بها معرض الكتاب هذه السنة بتاعز وتميز بها في نسخته الثانية في هذه التظاهرة التقافية وفي حفل المشهود تم توقيع الإصدارات التي وجدت طريقها إلى القراء في هذا المشهد التقافي الذي تودع فيه الحالمة عاما وتستقبل به آخرا جديدا هو العام الفاني وعشرون شاركت في هذا المعرض بديوان متأخرات ودنم وهو ديوان السادس وتم طبعته في الشارقة بتقديم الأديب العربي الناقض الكبير دكتور عمر عبد العزيز كتاب ميلاد هو عبارة عن كتاب يحكي ميلاد الإنسان من بدايته إلى إن شاء الله لما يكتب له ميلاد حقيقي ميلاد كوني يعني مثلا البداية فيه مكتوبة اللي هي أول عنوان البزوق يعني كيف يبدأ بزوق الإنسان كيف يبدأ يفكر إلى جانب آلاف العنوين التي احتواها المعرض في شتى المجالات المعرفية العلمية والأدبية فإن الإصدارات الجديدة التي وجدت متسعا لها في رفوف المكتبات وأماكن عرض الكتاب فور التوقيع ستمثل رافدا جديدا يمد القارئ بجديد الإبداعات التي هي لكتاب يمثلون أجيالا وينتمون لمدارس مختلفة تمثل الإنجاز العظيم لهذا العام أنه قدم لنا بعض الكتاب الجدود مثل ما الأستاذ حسين مقبل والأستاذ وسام بينما أبرز كاتب قديم ويعتبر واجهة عظيمة في النص العمودي اللي هو محمد الحكيمي يأتي هذا الإصدار وهذا المعرض في ظل وضع تعرفونه لكن الحرب والظلام مهما حاصرنا وأتعبنا وبدانيا إلا أن طبيعة أبناء هذه المحافظة دماؤهم مغموسة بالإبداع فقد انصهروا فيه وانصهر فيهم انطباعات جيدة خرج بها زوار المعرض مؤكدين أهمية مثل هذه المعارض في تعز التي تعد قبلة الثقافة اليمنية أنا سعيد جدا أن تعز ما زالت تحتفل وتحتفي بثقافتها رغم الحصار رغم الحرب ما زالت تعز حاضرة على المشهد الثقافي تأتي هذه الإبداعات وتعز الأرض والإنسان تعيش واقعا لا تحصد عليه في ظل ظروف الحرب والحصار وتجاوز تأثيراتهما كل الأرقام ألعل استمرار الفعل الثقافي في عاصمة الثقافة اليمنية هو تجسيد للإبداع الذي يولد من رحم المعاناة ولتسليط الضوء على هذه الإصدارات الأدبية والثقافية يسعدنا أن نصدف معنا الأستاذ نبيل الحكيمي رئيس اتحاد الأدباء والكتاب بتعز أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل أهلا بي هذه الإصدارات الجديدة للكتاب ما الذي تمثل وما القيمة التي ستضيفها على السحة الأدبية في تعز؟ شكرا جزيلا تمثل هذه الإصدارات قيمة كبيرة وتمثل قبل ذلك ضرورة ملحة لتواصل الناس مع إبداعات محيطهم مع إبداعات كتاب من نفس المنطقة كتاب من نفس البلد كتاب يمثلون تواصلا فكريا حقيقيا في أي مجتمع من المجتمعات هذه الإصدارات تأتي في زمن في زمن حرب في زمن حصار في زمن كوارث في زمن أنا لي أرأي مختلف عن كثيرين ذلك أن هذه الكوارث وهذه الزلازل وهذه الأحداث الأحداث الدامية تضيف إلى المبدع لا تنتقس من حقه ولا تحاصره لكنها تفجر فيه أطاقات كامنة في نفسه وتداعب فيه اجتهاء للكتابة من خلال قد يقدر بعض أن الزارة هذه القديدة في وضع كما أشرت كالذي تعيش وتعز من حرب وحصار قد ينظر إليه بيعتبره مفارقة كبيرة أنتم كأدباء كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ أنا أسلفت القول بأني أختلف عن كثيري الأحداث هذه تضيف إلى المبدع وتفجر فيه مكامن إبداعاته الشاعر تعطيه مقالاً قديداً ليتناول من خلاله قصيده والكاتب الرواعي تعطيه أحداثاً يراها ولا يخترعها ويبتكرها ويحاول أن يضيف لها من الدراما التي هي متواجدة حوله أصلاً فقط أن يكون مبدعاً حقيقياً وهذه الأصدارات تشكل تاريخاً لهذه المرحلة يضاف إلى تاريخ البلد وتعمل على وعد التاريخ المزور الذي دائماً ما يكتبه المنتصرون ويكتبونه بلغتهم هم كما في تاريخنا العربي الطويل هذا بالتأكيد ينقلنا إلى سؤال حول واقع المثقف والمبدع في تعز كيف هو؟ واقع المثقف هو واقع الإنسان اليمني الذي يبحث عن ثقافة يبحث عن إشباع فكري المواطن في تعز أصبح يبحث عن لقمة العيش من خلال سلة غذائية يبحث عن تكوين أسرة من خلال الزواج يبحث عن وعن وعن وحاقات الإنسان لا تنتهي طول مشوار حياته المثقف يزيد عن كل هذا بأن يبحث عن إشباع فكري إشباع عقله من خلال الكتاب من خلال البرنامج الثقافي من خلال الصحيفة من خلال إلى آخره فهو أكثر حاجة وأكثر إلحاحا إلى ما تشاهدين إلى معارض كتاب وإلى التواجد مكتبات وإلى كتاب نعم أنتم كاتحاد للأدباء والكتاب ما الذي تقدمونه كدعم لجهود المبدعين في تعز وجهود الشباب نحن في اتحاد الأدباء لا نقدم لهم إلا أن نحتويهم بقلوبنا بنصائحنا بعلاقاتنا الشخصية بهم الاتحاد حتى الآن لم يتسلم في السن واحدا وفي أهدي على الأقل أنا لا أريد أن أكون قاسوسا وأتبع منظمات دعمني بحقة دعم الكتاب أو بحقة دعم اتحاد الأدباء لا أريد أن أكون قاسوسا مستقبليا من خلال دعم خارقي هذا أولا تحدث عن دعم الرسمي المتعارف عليه لم نتسلم في السن واحدا حتى الآن وعندما نتسلم سوف نقوم بدعم الإصدارات وسوف نقوم بعمل فعاليات هي من صميم عملنا ويبدو أن معرضا للكتاب هو من أولويات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين إضافة إلى رعاية الكتاب القدد الذين يبحثون عن قشة يتعلقون بها لإصداراتهم نعم ظهور هذه الإصدارات في حفل افتتاح المعرض الثاني المعرض الثاني بالنسخة الثانية الذي يرضمه مكتب الثقافة بتاعز إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تعاون بينكم كاتحاد الأدباء وبين مكتب الثقافة؟ هو في تعاون بشكل شخصي بيننا وبين الأستاذ عبدالخالق سيف الرجل الذي أنا لا أمدح طبعا عمري لم أمدح أحدا لكن هذا الرجل يستحق أن نقول عليه هو الآن يقوم بدور اتحاد الأدباء إضافة إلى كونه مسؤولا عن مدير عام مكتب الثقافة بتاعز ما أعرفه أنا عبر السنين طويلة في عملي أو في خلال تواجدي فيها مقالة الثقافة بتاعز لم يقوم مكتب الثقافة معرضا واحدا طوال 33 سنة إلى قبل 11 فبرا إطلاقا مع أن الممكنات كانت متواجدة المكان متواجد والكتاب متواجد لكن لم يقن مكتب للثقافة في عموم الجمهورية اليمنية معرضان للكتاب أول من أقام معرضا للكتاب هو الأستاذ عبدالخالق سيف الذي يتبوأ الآن إدارة مكتب الثقافة كيف وجدتم هذا المعرض والعناوين التي احتواها هل حديثة وتلبي مثلا الأذواق ومتطلبات القارن الذي يبحث اليوم عن جديد المعرفة؟ هذا سؤال مهم وهنا أسمحي لي أن أشكر بوك تايم برئاسة أو بإدارة الأستاذ توفيق العلوي وهو رجل دائما في الظل لكنه يصنع كل الظوء للآخرين بوك تايم هو الذي تحمل عبء إحضار الكتاب إلى هنا أكثر من 95% أكثر من 98% من ما تشاهدين هي تبع بوك تايم شكرا توفيق العلوي وطاقمه الجميل الذي يعمل متطوعا في المعرض السابق وفي هذا المعرض وفي معارض قادمة إضافة إلى إصدارات شخصية دعمها أصحابها ودعمها مكتب الثقافة سواء من خلال طباعة والإصدار أو من خلال تواجدها ضمن هذا المعرض ليراها الآخرون هذا المعرض بنسبة لسؤالك لبى أو يكاد يلبي مختلف حاجيات القارئ اليمني أو طبعا المعرض أو الكتاب بشكل عام أو طريقة عرض الكتاب وطريقة هي تعمل على توقيه العقلية الإنسانية أو توقيه أثناء تشكل القانب الثقافي للإنسان من خلال كتب معروضة معينة أنا أعرف إلى ما قبل ثورة 11 في برائر لم أكن أرى في الشارع أو في المكتبات إلا كتب عن السحر وكتب عن عذاب القادر هناك تنوع ربما في حاليا في المضامين التي يحتوها الكتاب كل ما يمكن أن تتصوري موجود وبعد المعرض السابق أنا شخصيا عملت عدة عنوين وأرىها الآن أمامي من خلال تواجدها من خلال بوك تايم الذي هو أصلا تاقر في الأول والأخير لكنه مفقف ويلعب دور كبير في تشكيل الوعي الثقافي لدى القمهور مصالة الفكرة الأستاذ نبيل الحكيمي رئيس الاتحاد لدباو الكتاب في تعز شكرا جزيلا تواجدك معنا شكرا لك وشكرا لبرنامجك الذي استضافني مرحبا بكم من جديد تحظى الحمامات البخارية في اليمن باهتمام خاص من قبل الباحثين عن الاستجمام في الأماكن الدافئة والراغبين بالاستطباب بالطرق التقليدية الطبيعية حمام النعيم هو واحد من اثنين من هذه الحمامات التي توجد في تعز ويأمها الكثير بهدف التعرق وإجلاء المظهر والحصول على النشاط والحيوية نتابع نزولا من الأعلى ومن خلال ما يقارب الثلاثين درجة يستطيع أي زائر الوصول إلى حمام النعيم البخاري الواقع بمنطقة الجحملية شرق مدينة تعز يستقبل هذا الحمام الذي بني على طراز فنون العمارة في عهد التواجد العثمانية في اليمن يوميا عشرات المرتادين الراغبين في قضاء متعد الاستحمام بالبخار يتغير أو يتقدد النشاط ويتنظف الواحد يشعر واحد به حياة قديدة ونشاط قديدة يستعيد منها القسم يستفيد منها باسمه يخرج واحد اللوساخ كل شيء ما في به الحمام عبارة في الأصل عن مجمع يقسم من الداخل إلى غرف مغلقة تتصل ببعضها البعض عن طريق ممر ولكل من هذه الغرف طبيعتها بالنسبة لدرجة الحرارة فيها فالغرفة الوسطى في هذا الحمام هي أول مكان يصله الشخص الذي يريد الاستحمام ودرجة الحرارة فيها طبيعية بحسب الجو العام يوجد في هذه الغرفة التي تعتليها قبة وعليها قمريات وشواكيس مخصصة لدخول الضوء يوجد فيها حوضن الاغتسال والتسنن الذي معه يكون الشخص قد أنهى عملية الاستحمام وإذا كان من بداهات القول أن كثيراً ممن يقصدون حمام النعيم في تعز هو بغرض تنظيف الجسم وتجلية المظهر وصولاً للنظارة فإن هناك من تكون زيارته لحاجة الاستشفاء والاستطباب والتي توفره هذه الأماكن ولا يمكن الحصول عليه عن طريق الاغتسال بالطريقة الاعطيادية الطبيعية بس شفتو أنه قد فيه صحياً وليه أمرض قد يفيد وبنفس الوقت تشعر بانتعاش تشعر بسعادة بعد الحمام كونه طبيعي التدليق فائده أن يبعد الوساخي يحرك الدور الدموية ينشط القسم يفتح المسامات يعني الأملاح اللي بالقسم يخرجين يشتي مساقل اللي بينه عصبان قرحلو العصبان اللي بينه كرد بالمفصال اللي بينه فر ولا قلب بطنه يعني يجي الحمام للعلاج لهذه الحاجات يجي دخل داخل اللي يمتد على بطنه على ظهره على المكان اللي يوجعه الحمام يشل الوجع اللي بينه يحضر بعض العرسان إلى هذه الأماكن الدافئة حيث يحضون بمزيد من الاهتمام ويحصلون على بعض اللمسات من خلال تدليق أجسامهم بالحنة والسدر المخلوط بالزيوت الطبيعية لإعطاء الجسم طراوة في فرحة العمر ومنح العريس نظارة في الوجه العرسان يعني اهتمامهم نعملوا الغسل للعلب هذا الحنة الزيت نخلط العلب مع الزيت نقوم بتدهنه على الجسم كامل وفحصه تمام بشكل جيد من شان يخرج العريس وهو مرتاح نفسيا يعتبر حمام النعيم واحدا من اثنين حمامات بخارية توجد في تعز حيث تعمل هذه الحمامات بالطريقة التقليدية وذلك بإحراق مخلفات حيوانية التي توضع في سراديق تقع تحت غرف الحمامات وهي التي تؤدي وظيفة تسخين الغرفة ورفع حرارة المكان وبالتالي زيادة التعرق للمرتادين مهما كانت برودة الجو العام في المنطقة من المواد الوقود نستخدم لها الدمال حق البقار والغنام واللاذام نخلطه مع الصليط الحارق ونخلطه نحرقون جلس الأصي يعني حق مدة خمس ساعة كبهاء ويعد هذا الحمام واحدا من المواقع التي لها تاريخ في تعز وارتبط بناؤه في حقبة زمنية مهمة من تاريخ هذه المدينة العريقة الحرب لا تأتي سوى بالخراب والدمار من المسلمات التي لا يختلف حولها اثنان لكن كما يقال لكل قاعدة استثناء فالأمر كذلك عند آية سوائي الطالبة في العلام التي وجدت نفسها حبسة المنزل مع بدء الحرب على تعز لترفض الاستسلام وتحول محنة الحرب إلى منحة حين استغلت فرصة الفراغ لتكثيف القراءة والاطلاع والعمل على مؤلف الجديد رأى النورة في ما رضى الكتاب الثاني بتاعز الكاتب الممتعة وهو المستقبل آية السوائي في غمرة فرحة الإنجاز والتكريم بمناسبة إصدار أولى مواكير إنتاجها الإبداعي المتمثل بكتابها المعنون بأسميته هلاكي وجدت الكاتبة آية السوائي نفسها محاطة بلفيف من الزملاء المبدعين ورفاق الإصدارات الجديدة التي وكبت تدشين فعاليات المعرض الثاني للكتاب بتاعز أصدرت اليوم أول كتاب لي باسم أسميته هلاكي كتاب متنوع يحتوي على نصوص ومقالات آية هي أصغر ثمانية كتاب احتفت الثقافة بإصداراتهم ولعل الحفاوة التي استقبلها بها القراء كتابها الجديد هو ما زاد من تطلعها للإنجاز فالكاتبة لا تتدخر جهدا في سبيل القراءة وكثير المطالعة إذ وجدت في هذا المعرض فرصتها لتعيش في ظلال الأدب ومعارفه الوارفة تتحدث آية بلغة الكاتب الواثق من نفسه رغم بداية مشوارها وتعطي ملخصا لكتابها التي تقول أنه يغلب على محتواه طابع المقالة الأدبية وهو عبارة عن كوكتيل من الأفكار التي كانت تسقطها على الورق ومواضيعها هي من بنات أفكار الحياة كالحب والغرام عن بداياتها مع الكتابة وكيفية تشكل وعيها المعرفية تقول آية الطالبة في الأعلام بجامعة تعز أن الشغف بالكتابة جاء مع الصغر وبدأ تحديدا في حالات فن التعبير الذي كان يحظى باهتمام وتقويم الوالدين غير أن الكتابة الواعية للإبداع بدأت منذ فترة قريبة بدأت أكتب تعبيرات كذا كان يعقب بعدي أبي بالتعبيرات ويعدل بالكلام وكذا يرجع صحيح أكثر البداية بالكتابة كانت من لما كنت صغيرة بدأت كنت أحب أكتب المقدمات حق الإذاعات وأقدمهم كمان الحرب لا تأتي بخير من المقولات المسلمات عند آية وغيرها إلا أن الحرب على تعز وما تسببت به من تأثيرات كنقطاع معظم الخدمات ومنها على سبيل المثال خدمات الكهرباء والإنترنت مثل دافعا لآية للتوجه الإجباري نحو القراءة كبديل مناسب حيث انكبت كما تقول على ضوء الشموع في قراءة الكتب الأدبية وفي مقدمتها كتب الشاعر والأديب العربي الكبير جبران خليل جبران مع الحرب والظروف الحاصلة في تعز أنقطاع النت وأنقطاع الكهرباء لقيت نفسي أقرأ أول كتاب لقبران خليل جبران عضو الشمع كتاب بعد كتاب خلال أقل من شهر قرأت خمسة كتاب لقبران خليل جبران أول كتاب واللي هو مؤثر جداً بمسيرتي بالكتابة اللي هو كتاب قبران خليل جبران الأجنحة المتكسرة عندما تحدثك آية عن طموحاتها فهي تلك التي لا تقف عند سقف وترى أن دراستها في الإعلام ستفيدها كثيراً في مجال الكتابة ومستقبلها سيكون في كتابة السيناريو وهو المجال الذي تطمح أن تكون فيه أحب أكثر بتكاليف الجامعة وشيء زي كذا أكتب السيناريو وأخرج أنا أنتمي للإذاعة والتلفزيون أكثر بغض النظر عن الكتابة الصحفية أو كذا أشيء أطور نفسي بالكتابة الصحفية أكيد دراستي في الإعلام بتسوي تأثير قوي سواء بالجانب الإبداعي أو المهني للكاتبة الواعدة أسرة تؤكد أنه من الواجب عليها شكرها اعترافاً بفضل التوجيه والتربية والإحاطة بالرعاية والعناية كما أن تقديراً تحمله لمدرسين بذلوا لأجلها الكثير وكذا صديقات كان لهن دوراً في الدعم المعنوي والذي مكنها من إصدار كتابها الأول أسميته هلاكي أبي وعائلتي بشكل عام كانوا الدافع الأول أما الناحية النصوص التي كتبتها في هذا الكتاب فكانوا صحباتي أكثر الناس يسمعوني الكتاب الذي رأى النور في المعرض مؤخراً لم يكو وليد اللحظة كما تقول الكاتبة إذ مر على لجنة للتقييم والإجازة وكان قد سلم قبل ثمانية أشهر لتظل طيلة تلك الفترة في انتظار الموافقة إلى حين البلاغ الذي تلقته مؤخراً ويفيد بإجازة نصوصها وإقرارها للطبعة فقراتنا لهذه الحلقة انتهت بقي لنا أن نشكر لكم حسن الإصغى وكرم المتابعة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة دمتم وفي أمان الله تحز مدينة نعم المدينة سقها الصبح نسبته ولنا سقها الصبح نسبته ولنا